جدد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية علي بن فليس من ولاية ميلا اقتراح ما يعتبره برنامج التجديد الوطني الذي يتبناه مشروع دستور توافقي للجزائر تشارك في اعداده كل الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني بما فيهم المقصيون اليوم من ممارسة السياسة في اشارة مباشرة منه لمناظلي وقيادات الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة واعتبر بن فليس ان المقصيين من السياسة يعتبرون جزءا من الحل السياسي مشيرا في نفس السياق الى ان بناء الدولة العصرية بالجزائر لن يكون الا بالديمقراطية مضيفا ان الشعب الجزائري الذي طرد الاستعمار الفرنسي واسترجع سيادته بالسلاح قادر اليوم على بناء دولة عصرية باسلوب ديمقراطي لان الديمقراطية كما قال احسن اداة للتغيير موسيقى موسيقى موسيقى